موسيقى السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في درس جديد على قناة ديالكم استفهام عام اولا نعتذر للاخوة العرب حيث هذا الفيديو غنهضر بالدارجة لانه فيديو خاص بالابنات المغربية وبالتالي ماشي مهم بالنسبة ليهم فكما كتعرفوا قدمت مجموعة من الفيديوهات كنعطي تقييم ديالي للسيرفيس او الخدمات اللي قدموها مجموعة من الابنك منها المحلية كالسياش بنك تجاري وفا بنك البنك الشعبي ومجموعة اخرى من الابنك وكابنك اجنبية كبايونير وكذلك كبايبال كيفاش نربطوا البايبال ديالنا مع البنك المغربي ديالنا ومجموعة كبيرة من الفيديوهات بالنسبة الناس اللي ما شافوه مش معلك سوى دخل القناة بحلقك غتمشي البلايليست وغتختار الابنك وتما غتلقى مجموعة كبيرة من الفيديوهات والعناوين قوم باختيار اي بنك انت بغيتي تفهم فيه كتر ودخل ليه وغتلقى الاجابة على اي تساؤل تحليك فراسك تال هنا مزيان يعني مؤخرا لقيت مجموعة كبيرة من الاصدقاء كي حاول يتوصلوا معايا وبغي يعرفوا انتلاقا من التجربة البسيطة ديالي يعني اشنا هو البنك اللي مناسب لهم فاختي باش نهضرو في هاد الموضوع وباش نكون واقعي فهاد الموضوع كبير بزاف لانه باش نختار ليك البنك اللي خاص بك فكل واحد غد يكون عنده بانك خاص به او بانك اللي غير تحفي مثلا كنهضرو على تجارة الالكترونية او دروب شيبي فهدو غد يخصوا واحد البنك اللي خاص بهم يعني كيكون فيه العمولات المنخفضة كيكون فيه الترونزاكسيون يعني اي معاملة قام بها ما كيتقطعش له ما كيتقطعش له النقود او مقابل هاد المعاملة ومجموعة من الامتيازات اللي خاصة به وكذلك الاشخاص اللي عاديين مثلا خدامين شركات وبغاو يديروا بانك خاص بهم فخصوته ويختار ويشوف شركة دياله مثلا ويش ديرها كونفنسيون مع هادك البانكة حيث مليك يكونوا ديرن كونفنسيون او اتفاق بينتهم فهذا كيعطيك واحد المتيازات اخرى اللي قدرت تكون فيت بها اي شخص اخر لذلك انا اليوم ان شاء الله غنحاول نبسط لكم واحد المفهوم هو انني نعطيكم اشنا هما المعايير اللي خصكم تختاروا الراسكم باش تقدروا تحددوا متوما اش بغيتو والبانك اللي غيصلح لكم وهاد المعايير يعني هي اللي غادي تتناسب اي واحد حسب تخصص دياله فمثلا من اهم الحويج اللي خصي نعرف قبل من دير بانك او قبل من مشي البانكة او الوكالة البانكية فخصي نعرف ثلاثة ديال الحويج مهمين جدا فاول حاجة خصي نعرف المصاريف المفروضة من هاد البانك يعني المصاريف اما الشهرية او السنوية او المصاريف الخاصة بالمعاملات اللي غنقوم بها وثانيا غنشوف الخدمات المقدمة يعني مثلا انا ما كنحتاجش نمشي البانكة او ما كنرغيش نمشي ديال بزاف البانكة وعندي بزاف المعاملات كنبينقوم بيهم يعني وانا في المنزل ديالي يعني غادي نشوف هاد البانكة واش كتقدم لي واحد سيرفيس اونلين او كتعطيني واحد الابليكاسيو اللي غن نرتاح فيها مع مرن غلق فيها مشكلة كذلك انا خدم في الانترنت يعني غادي نخدم بالبايبال يعني غن نتعامل مع الناس في الانترنسيونال دونك غاي خصني بايبال وغاي خصني نسحب الأموال ديالي من بايبال يعني خصني نشوف كذلك الابناك اللي كتوفر لي هاد الخدمة باش انني نتمكن من لي او نربط الحساب ديالي بايبال بالبانك ديالي لمحل حيث كين ننشي ابناك لما يقدموش هاد الخدمة رغم انه مؤخرا يعني ولين تنشاهدو يعني واحد تطور كبير فمثلا مؤخرا ولت بارد بانك كذلك ولت في هاد الامكانية ورا شرحتها في الفيديو السابق يمكن لكم ترجعوا إليه يعني تقريبا هاد المشكل ما بقاش نتروح ادنا يعني اي بانكة تقدر تليي البايبال ديالك معه ولكن كنفضو تجاري وفا بانك لانه كم ما قلت قبل فهو دير شراكة مع البايبال يعني البايبال تقدر تربط الكون ديالك وكذلك تربط البطاقة ديالك بدون اي مشكل ثم غنجيو لحاجة اخرى كين انتاني مجموعة من الاشخاص اللي هما بغيت تعاملوا يعني ما كينتاحوش إلا في المعاملات يعني اه ريال حقيقية يعني انت يبغي يمشي للبانكة وكتكد إلا حتفلسو بيدي في البانكة او خرجهم بيديم البانكة يعني هنا خصي يشوف الوكالات او عدد الوكالات يكونوا في اي قنط مشاليه ما يلقاش مشكلة تعدد بلاسة مدينة كاملة من الراس طال الراس باش انه يوصل اي وجد هذه الوكالة فمثلا انا كنت وقع لي هاد المشكل في السياش بانك في السياش بانك امتيازة وعرة للنس اللي كيختموا في دروبشيبين او التجارة الالكترونية او اللي كيشيروا بزاف من الانترنت ولكن المشكلة اللي كنت واجهت وانا هو انني تخصي ندب بلاسة بزاف كتلقى واحد الاجونس هنا وخصي تدرب اربعة او لخمسة كممتر باش تلقى اجونس خن اجونس اخرى لذلك الناس اللي كيبوا يدب بلاسة فما كنصحكش تدير السياش بانك ولكن في المقابل كنصحك تدير البنك الشعبي فالبنك الشعبي هو البنك الوحيد في المغرب اللي عنده مجموعة كبيرة من الوكالات يعني تقدر تلقى اي شارع دير فيه وكالة خاصة وقريبة لك وبالتالي ما تكونش لك الاكتضاد بزاف يعني كتمشي ضغياك وكتقضي الغراض بدون اي مشكلة نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة ولو بنسبة قليلة لانا اخواني هاد هاد تساؤل اللي الطرح عليها فكما قلت لكم هو متشعب ما نقدرش نحكم على كل شي ونقول لكم بانكم راس سياش بانك هو المخير لكم ففعلا كيف قلت قبل الناس انتع تجارة الالكترونية دروب شيبين ناسيونال انترنسيونال الناس اللي كي يخدموا بزاف المعاملات الشريه من الانترنت فالسياش بانك بلا ما تحتاج انك تسول بلاس اخرى السياش بانك هو السياش بانك هو المخير لهم وزيد نزيدك معلومة اخرى فبالنسبة للسياش بانك اعطيك بزاف انت عمتيازات يعني تقدر تحل كونت يعني فابور إذا كانت عندك انت قل من 30 عام وكذلك النسوة يعني العيالات فعندك الحق اختي انك تحلي بنك فابور حياتك كاملة بدون اي يعني مقابل وكذلك مؤخرا ضافوا الناس الموظفين يعني زادوا هذا الخدمة للناس الموظفين فما يخلصوا احتى حاجة احتى هما اذا هذا السياش بانك انا بالنسبة لي انجنرال واحسن بانك ثم يليه البانك الشعبي يعني البانك الشعبي التهوى ما عمرني لقيت في شي مشكل يعني الخدمات يعني بالزربة كتقدر الغرض ديالك ما كتسناش بزاف وبالنسبة او بدرجة ثالثة كين تجاري وفا بانك وكين البمسير يعني هادو من احصل ابناء كنا اللي عرفت اذا انتال هنا كان هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة بكل بساطة وما تنسوش اخوتي الدعم ديالنا بمشاركة الفيديو مع الاصدقاء والضغط على زر اعجاب وإلا كنت هدية اول زيارك للقناة فانتنساش اخي اختي الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يصلك الفيديو جالنا اول باول وادمتم في رعاية الله احبكم في الله